موسيقى استاذ فيز قزق بدي رحل فيك بهذا اللقاء الخاص عبر LTV وبدي اتشكرك مقدما انك لبيت دعوتنا اهلا وسهلا فيك يقال دايما عنك بأي مطرح بتكون موزود بتعبي هيدا الفراغ ان كان بالمسرح ان كان بالسينما او حتى بالتلفزيون واكتر الالقاب اللي كانت هيك مناسبة لحضرتك انك جوكر الدراما السورية الورقة الرابحة يلي وين ما وضعت بأي مكان او خانة بتكون مطرح للرهين الرابح انت قيمة وقامة فنية كبيرة اغنت المسرح اثرت اذا بدك كمان ذكرت التلفزيون والسينما اولا مرحبا لحضرتك ولجميع المشاهدين والمشاهدات يعني كلمة جوكر معروف انه هذا اللي بيقعد كل مكان او كل زاوية من زوايا المسلسلة او الفيلم بس انا لا اود ان استبدل هذه الجملة بعبارة اخرى انا انسان مثابر انسان مثابر سواء كان دوري في المسرح سينما تلفزيون صغير او كبير لكن ان تثابر على اي دور هذا يعني وضع الجهد الاكبر الاقصى ضمن منطق هذا العمل ضمن فهم هذا العمل مع ما يوده المخرج في حالة التمثيل ان تضع كل امكانياتك في هذه الشخصية مهما كان طبيعتها مهما كان لونها مهما كان عدد مشاهدها ما بعد المشاهد اللي عندي انا بشوف انه كيف ممكن من المشهد من كل مشهد من هذه المشاهد التي بين يديهي في هالشخصية كيف ممكن تكون مؤثرة وكيف ممكن تكون ملبية لرسالة موجودة في هذا العمل فانا مثابر موجوكر انا شخص يبحث اكبر مني نحنا كمان شايفينك جوكر للدراما خلص انت شايفني جوكر انت مثابر وعلى عيني وراسي ونحنا كمان شايفينك باي دور اخدوا فييس خزاك كنت متقمس للدور ان كنت شرير شرير للاخر ان كنت صاحب رجل خير كمان نشوفك بها الايجابية المفعمة فيه تقمس واضح وفيه اختناع عند الناس مرض مرض يعني هو اكيد فيه فيه جهد يبذل مع اي شخصية تقدم بالنسبة ليه ابدأ بالعمل عليها بالتأكيد فيه هذا الجهد هذا الجهد علمي وهذا الجهد له علاقة بالتعايش وليس بالتقمس تقمس هو مصطلح لعلم النافس الواقع يستخدم خطأا بوسائل الاعلام التعايش ان اعايش هذه الشخصية معنى ذلك ان ابدأ بخزيني الحسي النفسي السمعي البصري ما قرأت ما شاهد في هذا العالم هذا الخزين يفترض ان يكون فيه ما يلبي حاجة هذه الشخصية فيبدأ الانسان بخزائل الداخلية بتلبية الحالات العاطفية الانفعالية الحسية اضافة الى انبحث عن الشكل الخارجي المتناسب مع هذه الاشياء التي لها علاقة بالمجدانيات لان نبدأ بالشكل هذا الشكل عليه ان يكون متماسكا منسجما متكاملا مع الامر العاطفي الانفعالي الحسي كل هذه الاشياء تتطلب من الممثل المثابرة والمتابعة في تخديم هذه الشخصية الجنينية في ذاته ثم تبدأ هذه الشخصية الجنينية بالنمو امام عينيه وعليه ان يراقبها حتى النهاية الامر من المرات قلت في الجريدك تماما كالمهر الصغير عندما يولد لا يستطيع المنهوض على قدمه على قائمته ولا يستطيع الركض خايف التوه جال الحياة لكن مع الزمن يروض ثم يسمح لنا بان نمططي صهوته هناك عندما يصبح فعلا مهرا كاملا يأخذك الى مناطق لم تتخيلها انت في لحظة رعايتك له اذا هذه الشخصية اامل دائما ان تأخذني تماما كهذا المهر الفتي إلى المكان الذي لم اتخيله عندما بدأت بالعمل عليه على الشخصية وهذا امر يتطلب متابعات وتطلب التفاصيل تفاصيل تسقط في زحمة تخديم هذه الشخصية وتفاصيل تصبح اكثر بروزا عليك ان تتابعها الرفاق من حولك سواء كان المخرج الممثلين كله ايضا يمكن ان يعطيك امرا مهما لشخصيتك عليك ان تلتقطه وعليك ان تعتمد عليه وعليك ان تحترمه سواء كان فكرة من زميل او زميلة او كان فكرة من مخرج عليك ان تلتقطه وتكون مستعدا لتبنيه والانطلاق به حلوه هالفلسفة اذا عم نحكي على صعيد تمثيله بالشخصية يضروري كمان المشاهدين يتعرفوا على هيدا الممثل من هيدا المنظور او من هيدا الباب الصح ومش غلط نبلش اللقاء بهيدا الكلام يلي تفضلتي حضرتك ولكن انا بدي دوي على اشيه ببداية حلقتنا انه انت جاي من الشام على بيروت طيب اني كيف الشام ممتازة وبيروت ممتازة حلوة حلوة بي حساسة غيرت عليك بيروت هايك حساسة فيه فرق ايه يعني انا بالمرة الاولى عندما اتيت الى بيروت في كان يعني بقايا الحرب الفسعمائة وتسعين وقدمنا مسرحيه في مسرح بيروت عين الريسي مع ست سنه وهناك قدمنا واحد من اجمل مسرحياتنا وهي الاعتصاد لسعد الله وانوس عن فلسطين و قضية فلسطين والعدوى الصهيوني وما اختوته تلك المسرحية جذب الجمهور بصورة مهمة وامتازة لمدة 15 يوما بيروت تغيرت صارت اجمل مكتظة ربما بالعمائر والابنية العالية المباني العالية طبعا لكن تبقى بيروت بالنسبة لي بيروت الجميلة نقصت المكتبات فيها وهذا امر خطير بالنسبة لي يعني شي خطر ثقافي الشارع الذي كان لديه نوع من انواع الصفات والسمات الثقافية ذات الطابع التاريخي كالحمرة مثلا يعني غابت هاي الموتكا وال حتى هنا محلة كوفي شوك والوينبي وهي المناطق هناك كنت التقي بكل أولئك الناس الذين عاملوا في المسرح في الكتابة رواد المسرح كتير هذا مؤلم بالنسبة لي بس لكن يبدو انه بيروت تبقى صاحبة هذا الكتاب الذي ينشر على مستوى الوطن العربي وتبقى منهل من مناهل الثقافة والمعرفة سواء يعني بلطت ام لم تبلط سواء شردت ما في شك تبقى يعني بيروت بيروت فردت الحدود بين بيروت ودماشق مال هذه حدود أعت兩小時 بكو بس قائمة موجودة لا تسبب بين بيروت ودماشق بين دمشق وبغداد بين دمشق وعمان بين دمشق وفلسطين هل تعتقد انه好吧 تقديس هذه الحدود لمصلحتنا أبدا كشعوب على تحدث هي لمصلحة جامعة الدول العربية يعني جامعة الدول مش الشعوب انتبه في الشعوب العربية ليس لها جامعة هي مرتبطة بجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية يحدى مؤسسات سايكس بيكو طبعا من أسسها أسسها من قطع هذا الشعب الوعي وحط حدود بينه ووضع حدود ووضع أعلامه وشجعه على أن يكون لكل قطعة من هذه القطعة التي نسميها أقطار وعلى آخر نشيد وطني وأن نرسم الخرائط بشكل مهم يعني من يرسم خريطة سايكس بيكو بين سوريا والأردن بين سوريا والعراق العراق والأردن الأردن وفلسطين من يرسم ما رسمه تشيرشل وسايكس بيكو ويأخذ عشر على عشر بالمدرسة من يخطئ في مسألة ما رسمه سايكس بيكو ويأخذ صفر ويرسم بجغرافيا وربما يعيد كامل للسن الآن هذا المفهوم تطول ليصبح شيء مقدس وليصبح العداوة بينك وبينك وبين الأردن بالوقت اللي أوروبا عرفت إنه الاقتصاد هو ما ينهض بالإنسان فأزالت هذه الحدود بقية حدود يعني على الوراق يستطيع أي إنسان والناس كلها بتعرف إنه يتنقل بكامل أوروبا بحريته بماله إلا عندك وين رايح وإلا شو رايح من الطرفين دائما وشو دك ساويهنيك أنا ما عجبني شكلك وكل واحد عامل لك بس على حدود وضعها الفرنسي والإنجليزي وورثها الأمريكي واليوم يحاول أن يقسم أكثر المهم أنا بالنسبة لي لا أقدس هذه الحدود على الأطلاق وأشعر بالإهانة عندما يتم سؤالي إلى أين أنت ذاهب أعزبوك لا 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 على الأطلاق بالعكس يعني الفنانين بين قوسين يعني كثير مرحب بهم يحبوكم وهم أشخاص محبوبون يعني محبوبين أولاد الذين على الحدود محبوبين موظفين هناك يقومون بعملهم لكن هذه الحدود هي مأساة مأساة مستمرة طالما موجودة هذه الحدود يعني لا ناجي السماء أن نتفرج عنها لأنه لن يكون هناك الفرج إلا بوجود قطار بوجود؟ قطار تصنعه أنت وأنا أو مبدئياً السور يكون المسافة بين دمشق و بيروت يعني هي أكبر أكبر مدينة قريبة إلى دمشق أو أقرب مدينة كبيرة إلى دمشق هي ربع ساعة يعني أنا أبدي ضيعواتي ساعتين حتى أصل عندك ربع ساعة بجوزي يقول يعني واحد منها كيف اليوم تستطيع بعض الشركات أن تحفر هذا الجبال وتوصل عندك بربع ساعة ربع ساعة حقيقة حلو هذا الحديث بس بدنا نفوت أكثر بتفاصيل الحلقة لما بيكون ضيفنا أستاذ فايز بدنا نحكي بثلاث أمور رئيسية يعني مثل ما قلنا مسرح تلفزيون وسينما رغم أنه كان فيه شوية مقل بأعمال السينماية بس كانت جداً معلمة بذاكرت الناس ولأنه أهم عملين يمكن بتاريخ السينما السوري هنطرق لهم بسيء الحلقة حبلش ما حضرتك بالدراما وجدت أو صري بالمسرح وجدت بالمسرح أشقك الأبدي السرمدي يعني تعلمت ألف باق المهنة أو الحرفة بالمسرح وعلى يد أهم رواد المسرح ومعلمي المسرح مزبوط لوركا الشاعر الإسباني بيلك البلد الذي لا يوجد فيه مسرح هو بلد ميت يا أكيد سوريا اليوم على قيد الحياة طبعا في مسرح طبعا أنا قيد الحياة تطولي بالك في قضية المسرح لكننا نحن نحكي مسرح بطب قضية المسرح موجودة دائما يعني أنا شخصيا خرجت الدفعة الأخيرة قبل 8 شهر وهي دفعة ستكون معنا أو رح تشوفوها بزند قبلها خرجت دفعات كان قسم منهم كبير بكسر عظم كانوا بمسلسلات أخرى وكتير عطوا انطباع حلو طبعا هم شباب اللي جايين وقادمين للمسرح والسينما والتلفزيون من معهد خرجني وخرج المئات من الشباب والشابات السوريين والسوريات والعرب إذن نحن لا لسنا في حالة موت وانتهى الأمر لا عليك أن تقاتل حتى مع هذه الحرب كان علي أن أتشبث وأتمترس بهذا المعهد كونه النبع الأصلي لكل ما نراه من إبداع على مستوى السينما المسرح والتلفزيون والنقد المسرحي والكتابة المسرحية اليوم عنا الكاتب عمر أو سعده وأحد خرجي المعهد عليه المسرحي كتاب عمر الزند بالضبط قسم النقد المسرحي والدراسات المسرحية إذن هذا المعهد يجب أن يبقى ويجب أن يغذى وكنت أتمنى لو كان لدينا معهدا ثانية في حلب أو في منطقة منطقة بعيدة عن هذا دمشق ليكون هناك أكثر غزارة في مسألة إنتاج الإنسان القادر على فهم طبيعة الفن المسرحي وطبيعة الفن الأخرى المرتبطة بفن التمثيل وغيره ستيس فيز لما تخير بين المسرح والتلفزيون كأنك تخير بين الفن واللافن؟ لا، هو الفن موجود في التلفزيون لكن هو وسيدة إعلامية أكثر منها وسيدة فقط ذات طابعة ثقافي كلاسيكي المسرح يجمع الناس التلفزيون يدعو الناس لبقاء في المنزل بلى لكن هذا هو أحد الأشياء التي جعلتني أتشبث طيلت حوالي أربعين سنة في المسرح والعمل فيه ممثلاً مخرجان ومدرباً سواء في سوريا أو خارج سوريا الوطن العربي خارج الوطن العربي هذا الفن يجمع الناس يعني أن ترى مسرحية حمام بغداد تقاسيم على العنبر أن ترى مسرحية الخاذماتان أن ترى مسرحية وعك عابرة كذا إلى آخرية عم بحكة عن شغل أعمال وتشوف الناس جايتك بالمئات على مدى أسبوع شهر شهرين حسب المكان وحسب الزمان وحسب الفرصة هذا أمر مهم لقاء الإنسان مع الإنسان في زمن عز فيه هذا لقاء لا نلتقي إلى المشاكل بالشارع نزمر على بعضنا نتخابط مع بعضنا نأكل أكل بس ليه كانوا أساتيس المسرح يقولوا للشباب الممثلين عندهم المسرح أنه قوى على التلفزيون تنتزعه ده أنا قضية تنتزعه قوى على التلفزيون إذا أنت عم تحلم بالتلفزيون عم تخاذع أنه بدي يشتغل بالمع نأكل ببلش مسرح نأكل بس يكون هدفه نجوم نأكل بمعظم الشباب والصبايا حقيقة أنا بيجوين لك أنا بموت بالمسرح أنا هدفي وهمي أوكي هذه مفهومة من قبل الشباب لكن تجربة المسرح هي التي جعلت مني أنا شخصيا خليني أحكي عن تجربتي هي التي جعلت مني هذا الإنسان المثابر في العمل التلفزيوني أو السينمائي وتقديم هذه النماذج التي تتباعد والتي تتناقض إلى حد كبير بين بعضها البعض ضمن مسلسل سينما تلفزيون إلى آخر المسرح هو الذي يغذي الدماغ أنت مجبر على أن تقرأ كتاب إذا أردت أن تتعامل مع هاملك ووليام شكسبير أو مع صرحة والتحولات لصعد الله والنوس أو مع نص مالي أحد الكتاب مثل إسماعيل فهد إسماعيل أو جمال أبو حمدان أنت مضطر لأن تقرأ عن هذا الكاتب أين عاش ما هي ظروفه أنت مضطر لأن تقرأ عن الشخصيات التي تود أن تقوم على إخراجها أو تمثيلها على خشبة المسرح هناك أيضا آراء ستأتي في حيالها هذه الدراسات إذا أنت باحث وأنت مثقف يجب أن توضع هذه الثقافة قيد التطبيق وأن يستفيد منها أكبر عدد ممكن من الناس في المسرح أما في التلفزيون فخلينا نكون كثير واضحين وصريحين الناس تتباين في علاقتها مع النصوص هناك من يحفظ في المكان هناك من لا يحفظ في المكان هناك من يقسم ويقوم بالعمل على هذا النص هناك من يحاول أن يكون أجمل صورة ممكنة حتى لو كان الشخصية لا تطلب هذا الأمر هناك من يود أن يكون شرير بطريقة ما خير بطريقة ما غاضب بطريقة ما الصفع الضرب البوكسة يعرف كيف؟ هذا كله إذا ما تم إتقانه من قبل الممثل بشكل هادئ ورصين ما بيصبط بالتلفزيون الفرصة دائما بيقسين ضئيلة للعمل المتكامل مئة في المئة عف كيف؟ لكن بالمسرح أنت مجبر أن تجلس إلى هذه الطاولة وتحاور وتستمع ويسمع إليك ثم تبدأ التدريبات بهدوء على مدى شهر شهرين إلى آخرين فيه شغل أكتر بالمسرح واضحة فيه محاولة لتكون الفكرة مهمة لسبب بسيط أيضا بالمسرح الناس يأتونوا إليك يقطعون بطاقة ويستجرون يستجر هذا الكرسي لساعتين بغية الاستفادة ويأتي لي يرى هذا الجماع لو رحت أنا وياك والشباب والصوايا على مسرحية وبدأت مسرحية وما أجه حدا إلا نحنا نرتعب نحنا مرايحين نشوف المسرحية رايحين نشوف الناس الذين يساكنوننا هذه المدينة لنصير أعداء بينهم بالعداوة لازم أشوفهم واثنين على الخشب هناك من يمثلنا كممثلين يقومون بالحديث عن مشكلة تمسنا جميعا في هذه المدينة ويجب أن تفتح سيرة هذه المشكلة ضد هذا جمهور المسرح الطبيعي في مسألة ومبادر في مسألة فتح الحوار والنقاش والسؤال حول مشكلة في المدينة عندما يغيب هذا الجمهور الطبيعي هذا الجمهور ذو الثقافة العالية القادر على أن يشرح المسألة بمعنى هادئ بمعنى عمير عندما يغيب تبدأ الفوضى عندما يغيب جمهور سينما تبدأ الفوضى عندما تختفي الرواية تختفي المدينة المدينة كلها لأنه هذا فن مدني للمدينة لا يمكن أن يكون ضريف واحد لا أني كقصة شعبية وتراث شعبي يتداوله الفلاحون والفلاحات وبينبسطوا عليه وخيالهم مونطلق أكثر مني من أي فنان أستاذ فايز كانت من طلاب الدفعة التأسيسية بالمعهد العالي للحن المسرحية وتخرجت بال81 زملائها كانوا أستاذ جمال سليمان أيمن زايدان وفاء مصلي أمان ويلي ومجموعة كمان كلتكن كنتوا من رواد هالمسرح وتدربتوا على يد معلمين أهمهم كان مثل ما تفضلت حضرتك سعد الله ونوس يعني سعد الله ونوس كان صديقنا وقريب منا ومعلمنا يعني معلم المعلم بضبط الله يرحمه وكان هناك أستاذ الله يمت بعمره سعد فضال مرحوم دكتور فواد ساجر المرحوم نعمان جود القامة العملاقية على مستوى الديكور المسرحي في سوريا والوطن العربي هناك الدكتور نبيل حفار هناك الدكتور محمد يعني نديم معلم حمد كثير كانوا من الأساتذ طبعا إذا بدأك مروحة كبيرة قريبين بالضبط أستاذ حسن عويتي سيدنا أيل الأطراش أستاذ جوال الأسدي يعني كان عدد ضخم من الأكاديميين الذين درسوا فنون الإخراج وتربية الممثل في الخارج سواء في الاتحاد السوفيتي بلغاري يانداريوال بعض منهم في أوروبا الغربية وعادوا وحملوا معهم هذه التجارب وكنا في بداية انطلاقة المعهد عام 1976-77 كان الأمر مثيرا بالنسبة لي كشاب صغير قدم ما قدمه في المدرسة وبعض المنظمات الشحبية ويرى فلان أو التان كان أمر صغير يجعوني للصمت المطبق السنة أولى وتانية صمت مطبق يعني أخرس أقدم ما يطلب مني وينتهي الأمر كان علي أن أنصت وأستمع أكثر من النطق بدأ بالسنة الثالثة الليسان يعمل بدأ بالسنة الرابعة الدماغي يشتغل إذا المسألة تحتاج إلى هدوء وتروي أكثر من تلك الفكرة التي يقلق نحن هلا بدنا كل شيء بسرعة أستاذ زائز أكثر من القضية اللي مسمعة بين الشباب أنه بيوم وليه اللي بتصير نجم هذا الاهتياج والتسعير الإعلامي يعني يدفع هؤلاء لتفكير بهذا الشكل أنت اليوم نجم بدك نجم نجم شو قل لي؟ بدك نجم هو نجم نجم قل لي أنت اليوم نجم ولا لا؟ قبل ما نحكي عن سعد الله والنص نال الرحم أنا شخصيا مش مؤمن بكلمة ممثل الممثل ده يعني معانيها أمثلك نجم نجم وعلى رأس السطر حبيبي نجم نجم بدك بشو كنت تتفق مع أولا سعد الله؟ كل شيء حتى بأفكار مسرحية والأساسية؟ هو أستاذنا لا يمكن أنت يعني حتى الأفكار الخاصة بمرحوم سعد الله ومسئلة الآن لم تقدم بالمعنى اللائق للكلمة مش بسوريا بالوطن العربي وليس هناك إمكانية ضمن الظروف الحالية وضمن المناخ الموجود في المنطقة العربية وخصوصا في شرق المتوسط يعني لازالت الفرصة غير متوفرة لتقديمه تقديما مهما قادرا على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس وفهم معنى ما كتب وحقيقة ما كتب والإحساس الذي أراده أن يصل إلى الناس من خلال الشخصيات التي كتبها ما اختلفت مرحوم سعد الله والنوس بشكل مباشر بأكثر من مكان بالمعهد العالم المسرحية كان موجود بالمسرح القومي كان موجود أو التجريب كان موجود وقدمت مسرحية من إخراج السيدة روناك شوقي بعام 1988 بعنوان الأنس جوليا كان هو مشرف من الخارج على عملينا كمجموعة إذن طبعا وكان معدل النص المسألة كثير مهمة بالنسبة لي أن المرحوم سعد الله والنوس وعدد من الناس الذين كتبوا في الوطن العربي تم تم تحييدهم كما حويدت كل النصوص الجميلة في الرواية في القصة القصيرة في السينما لماذا تم تحييدهم؟ لأن الاختراق الذي تم على مستوى العالم وليس على مستوى الوطن العربي لكن الوطن العربي أو المنطقة العربية هي أكثر المناطق خشاشة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فكان فيها ما فيها من بلاوي زرعا كما نقول يجب إعادة اللحمة إلى هذه الشعوب سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الاقليمي أو على مستوى كامل المنطقة وهذا أمر أعتقد أنه الآن صعب جدا طالما هناك إيمان بأن فلان عدوه ليس عدوك فلان عدوتي ليس عدوك هم شعربون أيها هذه أنه فلان عدوك؟ الحروب اللي صارت يعني سواء في منطقة الخليج وفي لبنان سوريا العراق تخلع عندك هيدين؟ طبعا يعني هي تصبح إلقاء اللوم على من هو أقرب إلي يعني لا فيه أشياء بيري أخوك هو عدوك بيكون فيه أشياء كبيرة يعني حكينا شوية عن ساكي سبيكو لكن ما بحب الروح بهذا الممشى لأنه قضايا كثيرة وأنا لست هنا للحديث عن المسائل الذات حالينا بالسينما أعود إلى نصوص المرحوم سعد الله وقدم العديد منها ضمن المعهد العالي في المسرحي يعني كإيتودات أحيانا كمشاريع سنة ثالثة وأحيانا سنة رابعة بغية إبقاء نصوص هذا الإنسان في الضوء والتعرف عليها على الأقل من خلال طلبة المعهد وخريجي من المسرح للسينما مقل بالأعمال السينمائية لا يخذوني لماذا؟ ما يخذوني أنت المعهد محلو ليس صحيح في ربط عند أصحاب شركات الإنتاج أو رؤساء الأموال إذا بدك أن النجومية تلميع صورة فنان معين بيكون جديد بيأخذوا بالصفوف لا 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 أنا أعمل زحمك مو قضية محلو لا ما حلو هي قضية ما في سينما الوطن العربي لا أنا شو بدي بالوطن؟ ما فيه سينما الوطن العربي فيه بمصر يبي بيرول يا أخي السينما المهمة ليقاضوا عين الناس ورفع سويتهم وذائقتهم لا بتقول فلن صاحب زوق ليس صاحب زوق هكوليد لا شاف سينما مهمة جدا رفعت من سويته الفكرية الفنية أصبح راقي أنت مع ما قولها شاف قرأ رواية شاف مسرح شاف تلفزيون مهم راح على نادي عائلي شاف هناك شيء ما يقول أما السينما اللي تقدم بالوطن العربي لا سينما مقاولات وسينما تجارية بالكاد بتشوف فيه شيء يعني فيلم سينمائي مهم أو فيلم للشباب يقام ويستدرج للغرب ومن الغرب نسمع بيه اسمه لأنه منوع ليس هناك سينما سوريه إنما مخرجون سينمائيون هناك مخرجون سينمائيون قدموا حقيقة تجربتهم لكن هذه التجربة لم تمأسس بالمعنى الحقيقي للكلمة ولم يقدم لها الدعم الحقيقي فتشرذمت وغاب المخرج الأكاديمي إلى حد كبير لكن هناك مخرجين من أمثال أسامة محمد محمد ملصة عبدالبطيف عبد الحميد قدموا أعمال وأفلام السينمائية بعض منها لجوائز في إذا يعني اعتبرنا الغرب هو معيارنا ومقياشنا للجودة والحلاة والجمال يعني جابوا جوائز من باريس ولندن وغيرها وغيراتها أهم الأفلام السينمائية التي قدمت على تاريخ سوريا إذا أردتك كان رسائل شفاهية بالنسبة لي يعني ليس على تاريخ السينما متواضع جدا لا بالنسبة لي الحقيقة رسائل شفاهية كان في 1991 وكان عندما يطلوه المستمعون في 2003 واتنايتهم للمخرج عبداللطيف عبد الحميد اليوم السينما مختلفة كليا في سوريا صارت اليوم بدك تشوف عادل نواتج الحرب وتداعياتها هي هي اللي مشكل المادة الأساسية شو ضربت الحرب يا سوريا للسينما ولا الدراما أكتر الحرب اللي ساعت على سوريا أثرت على الدراما أكتر أم على السينما عند الدراما قصلك تليفزيون دراما تليفزيون إنتاجة تليفزيون ما بيواقف هذا بس يقال دائما أنه دراما بعد الحرب السورية لا تشبه الدراما ما قبل الحرب يفترض إذا عندك حدث كبير جدا هي 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 الحرب الضخمة جدا كونية كل الناس كانت فيها إجباري بدك أن فيه شيء متغير إجباري المشاكل تبع الإنسان اليوم غير مشاكل ما قبل الحرب همومه غير هموم ما قبل الحرب أفضل ولا أسوأ انتاجيا هلا على مستوى السينما أو الدراما لا بعتقد أنه هناك بالنسبة للسينما كفن نحتاج إلى إعادة مأساسة هذه المؤسسة التي اسمها المؤسسة العمل السينما والتي كان لها تاريخ لطيف أنيق على مستوى تقديم المخرجين وتقديم أفلام سينماية ورعايتها طيلة عقود من الزمن حقيقة لكن تحتاج إلى إعادة هيكلها أما على مستوى الدراما تلفزيونية فهي أموالها غزيرة جدا لا تتوقف بالعكس قد يشكل منتوجات الحربية مادة لتفزي عليها والإثارة هذا شيء معروف لأنه إعلام أنا أسمت الحلقة نص إلك نص إلي ونص التاني بعد البريك إلي صدمة الكبرى اللي تلاقيها جمهور الدراما الاجتماعية مع بداية الشهر الفضيل أنه في عدد من الأعمال السورية الخاصة بالدراما الاجتماعية ما قدرت توصل لمنصات العرض ومحلفها الحظ نتيجة عدة أسباب يقال أنه سقطت الدراما الاجتماعية السورية بالضربة القادية سقطت طيب ما شفناه العمل اجتماعي ما ما بتابع يعني شو؟ أنا ما بتابع بس ما بعرف ليش سقطت دوار شمالي خارج دوار شمالي خارج العرض أسأل الشباب المسؤولين عنه من المخرج من المنتج من أشخاص كانوا قائمين على إدارة الانتعار ممكن تسأل يعني حقا ما دي عان ما نتعرف على الأستاذ حسن برمضان شان فيه حسرتي معنا إلا ما يجي إلي شو السبب؟ ما بعرف حقيقة ما بعرف أنا من هذا الممثل الذي يقرأ مادة عرضت عليه يوافق لا يوافق بمشي الحال ما بمشي الحال إلى آخره بيحمل حاله وبيمشي بس أنت منك أستاذ عادي منك ممثل عادي تتعطي الدور وتمشي وأنت متمسك الشرسي معنا عم بحكي بالعموم ما عف كيف؟ بالعموم الإنسان بهالشكل أنا بأدي شغلي وعملي على هاي الشخصية وهون عملي المهم أن يكون كل شيء الخاص بعملي مفهوم إلي وللآخرين مريح إلي وللآخرين ضمن منطق إخراجي يوده هذا المخرج أو ذاك وانتهى الأمر ليش ما نعرض؟ ما تبحبهش لسبب يمكن لأنه مكان مشروعي في الأساس هذا التلفزيون يعني أو مشروع مؤجل لنقل يمكن ما كان هذا الشيء وبالرغم من الفرص التي جاءتني في التليفزيون وأنا صغير لهمك المسرعة كان همي أني شق طريق باتجاه ما وصلت إليه من نتائج على مستوى تقريبا 340 أربعمائة إنسان خرجت ودربت ودرست في العالم وهذا ثروة حقيقية أنا عرف أنه ما حيطلع لي معرفة الحلاك لا بيطلع لك أنت عم تأخذ السؤال والجواب للمينتك حضرت بموضوع دوار شلماني هو تأليف حازم سليماني وإخراج عامير فهد موصل إلى منصات العرض يقال أنه أو مقص الرقابة أو بزار تسويق هالعمال هو يلي خليه يكون خارج أسباق الرمضاني وحياتك ما بعرف وحياتكم يا الجمهور اللي عم تشوفوني ما بعرف يعني كمان جدنا فيلم اسمه فانيتون وتتبدد إلى بيروت لا لم يعني بيوم الأيام ما سألت الأستاذ نارجل تأنيزه ليش ما نعرض بلبنان ما سألته لكن في أسباب ما نعرف يعني المسألة هاي قضية أتمنى لكل فكرة مهمة بالمسرح بالسنة ما بتلفزيون أنتصل للناس سيعرض بعد رمضان العمل أتمنى يعني بالأخير ما اشتغلنا هالشغلة حتى ينضب ما خبروكم كشركة إنتاج لا حتى بالأمس كنت عم باخده أعطيب أنا والأستاذ عامير فهد على فويس يعني بده فويس مني يسجل ليها وبعدت ليها لأنه فيه جملة وسوينها يبدو الأمور أوكي بس إنتبه نعرض هاي مسألة ثانية موسمك برمضان غني أستاذ فايزي الحمد لله واضح أنه فيه شغل ومجهود كتير كبير وعم يبين على الشاشة أحد أهم الأعمال اليوم اللي عم تنعرض بشهر رمضان المبارك ومسلسل الزند أو ذئب العاصي واللي عم تكون شخصيتك فيه شريرة بشكل مطلق يعني ما شفنا هيك شر شرب عاصي أبدا خبرني عن هالعمل بالتحديد العمل صور وهلأ عم ينعرض على الشاشة وعم يلاقي جدا استحسين ونتائج إيجابية يعني العمل أكاد أقول ضخم جدا لجهة الإنتاج الشركة التي وضعت فيه الصباح ضخت فيه مال فعلا مهم وواضح تماما مخرج له أستاذ سامر برقاوي له تجارب في العمل التلفزيوني كتير لطيف وكتير مهم أنه وشفنا على شاشات التلفزيونيات في المواسم السابقة نعم وأنا أعرفه عندما كان بداية شغله يعني عندما قدم على أول مسابقة الأفلام القصيرة كنت أنا بلجنت تقييم هذه الأفلام القصيرة وكان واضح أنه عنده هذا الخيال الوطيف تطور هذا الإنسان يصبح إلى هذا الشكل هناك الممثلون يعني الممثلون وخصوصا الشباب والمسلسل يحتاج إلى هذا النوع من الشباب يعني سواء كان على من سواء السابق حسن والشباب الصغار الذين في قسم منهم خرجتهم قبل 8 أشهر طبعا كان ساميولا تليميز الموجودين بالعمل ما بدي أنسى واحد إذا أنت مسجلهم أبرزهم أبرزهم لا في مرهب في كرم في وسام في أنت ورطني في نانسي في في حتى من الدفعات العتيقة يعني هناك السيدة حنانش خير قدت مشهد فعلا مهم عندما ترى ابنها مصنوبة معلمة الراعي بالمصنصة بالضبط أم الراعي طيب كل هؤلاء الشباب كانوا بلحظة من اللحظات على قهبة الاستعداد يخوض غمار كل مشهد من المشاهدة ده حلو أنه يجتمع المدرب الأستاذ والتلميذ بنفس العظام طبعا مهم أنا بالنسبة لي هاي شريتي بتقاسيم على العنبر بالمسرح كنت مع ثلاثة طلاب أو أربعة طلاب من طلابي على خشبة المسرح وكان هذا شيء مهم جدا يعني سواء كان قاسم ملحو أم باسم ياخور أم المرحوم ياسر عبداللطيف الله يرحمه هو شاب سوداني درس عنه وعادل السودان وتوفيه هناك كانوا معي على خشبة المسرح جنبا إلى جنبا أستاذ آخر كان مشرفا على زملاء أو تلاميذ بنفس الوقت؟ بالضبط هو الأستاذ غسام مسعود يعني كنا أساتي ذواء طلاب على الخشبة في الصباح كان بيننا درس وفي المساء كان بيننا صداقة يعني كنت أستاذ الصباح فهذا الشيء الآن عندما أرى هؤلاء الشباب والصبايا وأستدرك أنهم كانوا قبل بضعة أشهر بضعة أسابيع أحيانا كما في كسر عظم يعني قبل بضعة أسابيع جايين على كسر عظم كل هذا الشيء بيخليني أنا أنتشي وبيخليني بيني وبينك يا ما بدي يسمى حدا ما أسترشي لأنه أنت عما تشد عليهم أنت عم تشد عليهم لسا أنك عطيتون شي ملاحظة عندما يتخرج الطالب أو الطالبة ويذهب إلى حياته العملية يصبح صديق وصديق حدا يجلس عليك كيف شفتني هذا الدول لأنه هذه الثقة بيني وبينهم تستمر لسنوات طويلة ومن لن يخاذعهم في المعهد لن يخاذعهم في الحياة أبدا مستعيش أساسي لهذا الشهر اليوم بدت في وضع الطلاب الذين يأتون إلى المعهد سيري أولى ثاني يعني أصغر من ابني بسنتين وثلاثة يعني ما تستطيع أن تكون قاسي معهم في حس ربما أقول ربما صداقي أكثر منه حتى أبوي صداقي هذا الحس الصداقي حاولت ونجحت في الاستثمار فيه لمصلحة الطلاب والطالبات نجم العمل بالزند هو الفنان تايم حسن يلي دايما كل سنة بيحجز مكانة كبيرة بقلوب المشاهدين عنده صار جمهور وجماهيرية ما فينا نقول إلا أنه عربية على مستوى وطن عربي تأكيد يعني واحد من الناس الذين من الطلاب الذين تخرجوا من المعهد العلم المسرحي ومضى بطريقة مهمة برمج حياته بشكل وصل إلى هذا النوع من العمل وقدرة على الشغل والإرادة الإرادة يعني بلحظة ملحظات قد تسقط العضلة قد الجسد يتعب لكن عندما يتم تفعيل الإرادة يصبح بالضغط يصبح الفعل أرقى وألطف وأهم وفي على الأقل مشهد المعركة بينه كانت هذه الإرادات بينه وبينه يعني تفعل هو إنسان لطيف جداً أنيق جداً ودود جداً أول مرة بالتقينه لكن بعرفه كطالب بالمعهد بيوم اليوم كان موجود درسته شي مرة أبداً لكن أنت كأستاذ مدرب بالمسرح إذا بدنا نقول بعيداً عن أنه فايز قذق مشارك بهذه العمل كيف تقيم أداء تايم حسن بموضوعية؟ أنا مالي ناقد دعاً أستاذ مدرب دائماً تقييم ما بده إذا مش الأستاذ قيم وقال مين بده يقيم؟ ما بده طلاب تخرجوا من المعهد يفترض أن نجيبوهم لهون مكاننا مبسر أنا بده تقييم حسن طلاب لهم على تقييمه كإنسان رائع على رأسي هو وغيره كلهم تممثل 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 حبه كثير يعني شوف ما أحلى ما فيك تقييم الأداء أبداً منك لا 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 كان الأداء في اللقطة في اللحظة أداء رائع بذل كل ما يستطيع ليكون هو والشباب من حولنا بذلوا كل ما يستطيعون للنهوض بهذا المشهد العنيف الصعب بالماء يعني نتخيل درجة تحرات الماء كانت بردي جداً والوقوف هناك لساعات يعني مش لا خمس دقائق أو تنزل وتطلع لساعات على مدى يومين ثلاثة أيام وعندما كانت تميل الشمس للمغيب كان البرد يعني جداً يعني بارد كان علينا أن نتماسك وكان علي أن أكون قبل طلاب بالماء موجود طبعاً دخلك عاصي حيقتل إدريس؟ عاصي رحيقتل إدريس شو؟ اسأله لا خليه ما رحيقتلو لا لسه ما صورنا المشاهد الأخير في عوامل ساعدت بنجاح هذا العمل بالإضافة إلى وجود نجوم شباب عدسة مثل عدسة سامر البرقاوي إنتاج ضخم مثل إنتاج الصباح ولكن شفنا لكنة سرحلية جميلة مش معوضين علي بباقي المسلسلات شفنا بيئة حلوة بسوريا وشفنا نجوم شباب ما شايفينهم من قبل هناك أكثر من لهجة سورية هناك لهجة حلبية عندما انتقل الحدث إلى مناطق حول رياب دماشق أيضاً كانت هناك لهجة عندما كان وبدأ الحدث من منطقة سهل الغاب هذا المثلث طرطوس اللاذقية حمص خديل الأولاد أيضاً هناك لهجات تتقارب مع بعضها البعض يصعب الفصل بين هذا الواقع وهذه اللهجات كانت نتيجة أيضاً مسألة مهمة غياب التعليم لفترة طويلة في العصر العثماني أو في الاحتلال العثماني لم يترك هناك لا مدرسة لا قلم لا ورقة صلت شيخ الكتاب على الناس فسادت الأمية من جهة ساد الجهل الفقر التدين التعصب التشليح الناس على الطرقات يعني بذكر جدي والد والتي يعني كحلم هو عم يحكي لي من تلك الفترة كيف كان الإنسان يعني يموت على الطريق يشلح يعني كل هذه الأشياء جعلت من الناس في حالة تباعد وبالتالي كل مجموعة بشرية كولت لنفسها مش فقط في سوريا في الوطن العربي أو المنطقة العربية يعني شرق متوسطة كولت لنفسها ما يمكن أن يقول يقال عنها لهجتها الخاصة لأن لللهجات يعني دراسات وأبحاث تصور يعني بياخد وقت طويل حتى نشرحه موش وقته الآن بدي بس ضال عن موضوع تايم حسن عم نشوف بالعمل مفردات جديدة ما كنا نسمعها بالدرامة السورية شتائم أو مثبت بيقول البطل يا أبن العهر السمراني والمراهر ما بتوقف عنك لأنه حتى شوارعنا اليوم يمكن تسمع هذا مقبول بالدرامة السورية عم بقول بالسورية أو اللبنانية الأمريكية شو بيقول أمريكية ليش ما بتحتاج على أمريكية أمريكية يوميا تسمع لهذه الكلمة التي تترجم تبا لك بترجملك بس قبل استيس فيس ما كنا نسمع هيك مفردات بذاك الوقت عندما كانت الأمية وعندما كانت الوحشية وعندما كانت السعر الموجود الخوف والفقر والاحتقان والتعصب وهذا النوع من الشد العصبي بين الشخصين أحدهم بنوع قتيل والآخر أبوه يعني مقبول يعني الموقف ككل ممكن مع ذلك أنا أقول أنه قد يعني كان بالإمكان أن تقول كان بالإمكان أن تقول أما أن لا تكون لا ستكون لأنه محوش بهذه اللحظات هناك وحشية هناك قتال بالسلاح الأبيض وهذا أحدى شروط المعركة بين الطرفين مضبوط هاي وحشية يعني عود إلى القرون الوسطى القرون الوسطى لم يكن هناك مدافع كان هناك فؤوس وسكاكين ومناجل وووه وإلى آخره ضمن ذات العمل برس في عنا نجوم شباب وكان ألمعهم إذا بدك أخذ كمان دور البطولة أنس طيارة اللي يتمكن من حجز مكان المهمة عند الجمهور بدور الإقطاع الشرير الباشر نورس باشر اليوم هو المنافس الأشرس بدراما رمضان نمين منافس نفسه أنا بعرفه كطالب كان بينه سنة كاملة يعني بعرفه أنه شاب لطيف الأنيق متحفز متوفز عنده رغب دائما يعمل أي شيء مهم يرضي ذاته ويرضي زملائه من حوله بالمعهد لكن اليوم لديه هذه الفرصة وأعتقد أنه نجح في قضية الاستثمار فيها بلطافة بإعناقة جمعني معه أكثر من المشهد وكان واضح أنه يعطي كامل ما يمكن أن يخدم هذه الشخصية شخصية الباشر الصغير نورس أنس وعاسي بالعمل هاللقاء اللي يكونه مقابل بعض مناسب؟ اختيار أنس لهذا الدور كان؟ أنا أعتقد يعني هناك كان مخرج الذي يرى وكان أيضا يساعد الشخص آخر اسمه وسيم محمد قساق وهو ابن أخي دائما عم يكون مع سامر والصباح بالضبط كانوا حريصين خلال الكاستنج أن يكون في أفضل الناس لهذا الدور أو ذاك في نقاشات ومداولات إلى آخرين حتى بالنسبة لي كان في هذا النوع من النقاش سواء بين بعضهم أو معي يعني هناك شغل يجب أن يكون مستعيدا عن كل أنواع العلاقات الخاصة أو شيء للوصول إلى أهم النتائج أعتقد أنه سواء تايم لأستاذ تايم لأستاذ أناس لبقية الشباب حاولوا يقدم كل ما يمكن لإنجاح ما كان يصب إليه الإنتاج المهم والمخرج المهم أيضا من صورة مهمة في تشكيلاتها البصرية تشكيلاتها اللونية على المستوى الأكشن الذي فيها أقصد معنى الفعل الذي فيها أحب كمان يعني هوم بهذه المناسبة من ماثل حال ماذا أنقيس نفسنا لهوليوود وغير هوليوود الإنسان إنسان في كل مكان لكن قيض لذلك الإنسان في الولايات المتحدة يعني إمكانيات ضخمة جدا 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 بالضبط فهو يعطي ما لديه بسهولة عندنا لو توفر لنا مزيدا من الدعم مزيدا من الأناقة في مسألة الإنتاج لا يعني بزند يعني بأي عمل مزيدا من الأدوات الجديدة مزيدا من الثقافة على مستوى كيفية استخدام هذه الأدوات طبعا سنكون في أماكن مهمة جدا هذا الأمر يتبدى أكثر في المسرح وكنت أنا كممثل على مدى أربعين عاما تقريبا كنت مع أجانب على خشبة المسرح باللحظة التي كنت أتراخة كان عندهم إمكانية أن يكونوا أفضل مني أما باللحظة التي كنت أثابر فكانوا بالخلف ويتحولون في بعض اللحظات إلى مشاهدين لما كنت أقوم به هذا أمر ليس له علاقة لنقول الموهبة أو غير الموهبة لا كل إنسان موهوب شريطة استخدام ملكاته الإبداعية ذات الطابع وحلوة هاي المنافسة بتخلق لهم من المنافسة طبعا طبعا يعني لذلك أنا بحب أنا طلابي لم يشوفون حولي بأي مسلسل أنا بمبسط أنه أني عم يحطوني بتحدي صلي أربع سنوات عمل له شدوا يلا ونضرب على طاولاتنا وكذا الآن أستاذ ش بدك تساوي فالنزول للماء كان أول شيء بالنسبة لي مهم قبل أن ينزلوهم إلى الماء المنافسة بين الشباب مستمرة كان في أناس وهلأ شخصية عفراء بمسلسل نانسي خوري مشهد كان مبكي صراحة مشهد قتل عفراء هي ضامة عاصخية بالعمل كمان نانسي من تلاميذة فياس غزاق خبرني كيف شكال أدير لصيفة إنسانة رقيقة بتذكرة دائما إنسانة خجولة بالبداية كانت لكن فيما بعد بدأ التواصل مع زملائها وزميلاتها في المعهد كالعادة كان خجولة بالمعهد طبعا بيجي الإنسان خجول وهي إحدى سمات الإنسان بين قوسين الراغب في العمل أتحاشى كلمة موهوب هلأ تنبسط من أنسي شو أنه تنبسط من هالكلام الله يسعدها كم مراحل كم مراحل طبعا هذا الإنسان اللي يشوفه عمينه أمامك يأتي إلى المعهد من كافة أنحاء سوريا وحيام الخارج ويبدأ التأقلم مع هذا الجو الجديد الجديد بالمطلق المادة الأساسية ليست كيميائية وليست فيزيائية وليست معادلات رياضيات وليست نصا أدبيا أو فكريا فلسفيا تاريخ جغرافي المادة الأساسية هي الإنسان وهذه المادة هي يعني كحتك المتمادة من غير الممكن اللي أنا أتقبلها مية بالمية لكن أقول الإنسان هو محور الشغل والعمل بحاسسه بمفرداته بتراثه الذي جاء من خلاله إلى هذا المعهد وبدأ يعمل من خلاله علينا أن نحترم كأساتذة في المعهد علينا دائما أن نحترم هذا الإنسان لأنه هو الأكبر ونحن الأصغر أنا بحسبها بسنوات العمر القادمة هو الأكبر فهي الأكبر وأنا الأصغر شو بقيلة بهذه الحياة؟ طبعا هو هذا الإنسان الأكبر يعني الطفل الذي يولد الآن هو أكبر مننا جميعا نحن قلبين معادلة من أثبت حالنا الأكبر وعلينا أن نربيه وفقا مشيئتنا وكلماتنا وتاريخنا وأجدادنا فيصبح مثل ما بمحرك خمسينات والأنبلاج تبعه أستاذ فايز كمان الناس عم تتابعك برمضان بعمل بوليسي يعتبر نوعا ما اللي هو مشترك بين لبنان والسوريا مسلسل للموت كتابة ندين جابر إخراج فيليب أسمر وبطولة ماجي بوغسن دانيلا رحمي شخصية حاتم أضافت لأفيص فزاق شو رأيك؟ هذا إليك شو بدي أسأله للجمهور اللي أنت شو رأيك؟ دائما بتقول أنه الوجود بالتليفزيون لازم يكون ضمن خطوات فلوسها أنا أعتقد ضمن المساحة التي هي لحاتم كان علي أن أتواجد بالطريقة التي كانت حقيقة مع الأستاذ فليب والشباب والصغاير جديدة نوعا ما يعني فكان عنده إحساس أنه أنا دائما عم جاعد وشي أنا وشي مجاعد خلقا خلقا هدي 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 وهو هدوءه وسكونه واعتقادك أنه هو يعني مع ما يشوف مني حيك اعتقل أربكني أول الفترة لكن فيما بعد اكتشف فيه إنسان لطيف جداً تحييه له طبعاً وتحييه للجميع من كان في هذا العمل سواء لجهة الإنتاج وجهة تمثيل وترتيب البرامج أثنين يعني سواء السيت ماجي ودانيين وباقي الكاست يعني سال محمد عقيل الشباب كلهم كانوا شيء رائع أنك تتواصل معهم بهذه الصورة اللي فيها كتير من اللطافة وكتير من الأناقة وكتير من الحب إضافة للشباب المسؤولين عن الملابس والمكياج بتذكرهم واحد واحد نحس حالك ببيتك يعني وين بدي حس حالي للجانب يقال أنه إيغل فيلمز لما استعانوا بفايز غزاق كان الهدف هو رفع سقف المسلسل أعتقد في لبنان بلبنان ممثلين يستطيعون فعل هذا الأمر فالمسألة ليس بالعلاقة بأنني رفعت من سقف لا هناك ممثلون من عصر فيروز إلى الآن أعرفهم جميعاً أذكية لطيفين قادرين على أن يقوموا بكل ما يمكن أن يجذب الإنسان والمشاهد على الشاشات لا مهمهم المشكلة ولا بعتقد أنه هيك القضية بس بعتقد أنه في عندك لنقول بين قوسين يعني وأن كانت الكلمة ما كتير أنه في عندك بضاعة هذه البضاعة معروضة في هذا السوق يبدو أن بضاعتي كانت ملائمة أكثر لشخصية حاتم وتجهب مرة فيها صنف أول صنف أول تاني يبدو أن هذا الشيء توافق مع تفكيرهم نتيجة الأزمة التي عاشتها سوريا على مداري عشر سنوات هل أنت عشت الدراما المشتركة؟ ما في الدراما المشتركة؟ ما هي جنسيتها؟ عربية عربية قلت لك رأيي بسايكس بيكو وإذا بدك إيها بعيدة لا وصل الرأي لازم هذا الشيء بس شو سايكس بيكو هو عملي دراما مشتركة؟ بيني بينك ما في حدود يعني مجرد حدود سايكس بيكو موجودة صار فيه بيني وبينك حدود؟ ما من لغة فقط اللغة ما فيه لما بروحها لعندي الفرنسي بدي يحكي فرنسي أو ما بيفهم علي بدي يروح لعندي الصيني بدي يحكي إحدى لغات الصين أو ما بيفهم علي بيتام في حد بيني وبينه أما بيني وبينك ما بعضك فيه مترجم بيني وبين الناس اللي عم يشوفوني بلغة العربية الفصحة وين المترجم؟ ما في مترجم فنحنا ضمن منطق موحد مقسم بالإجبار ويعمل على كل قطعة سايكس بيكوية لتكون مختلفة عن القطعة المجاورة ومعادية لها فكلمة مشتركة لا أنا ما بأمين فيها أنا بجل عندك على أساس بيتي وأهلا وسهلا فيك بدمشق بيتك بهذا المعنى الشعوب تتآخر الفنون تساعد على مسألة المؤاخرة بين بعضها البعض نتحدث عن قيصر بسوريا لا قيصر بوسط على كل الدول بوسط مجموعة من الدول انهارت ماليا واقتصاديا واجتماعيا وبالتالي مرتاح هذا الأميركي والإنجليزي وعم يراقب نبعيد ونكشي منه السنة الماضية كانت في عندك كسر عظم أطخم الأعمال اللي قدمت برمضان وأكثر الأعمال اللي لقيت شعبية وأستحسين عند الناس بعمل جريء عمل قوي صنف أنه دراما صفرة مثل ما يقال أنه بتناقش المواضيع الاجتماعية الأوية أو السخنة بلشوا يعملوا كسر عظم اثنين كان هناك رأيي أنه يكون فيه الجزء الثاني لكن أنا وجدت أنه هذا الإنسان يعني بعدما فقد أبنائه وزوجته أصبحت بحالي أرثالها وهو إجريه يعني بآخر الضغطة ما عد عميه يعني أنه نعصر هذه الشخصية مرة تانية لجزء تاني كان هذا توجس عندي أنا لكن عندما تم البداء وجدت أنه ما زال الأفكار غير يعني ككتابة ما زالت غير مقنعة حقيقة يعني الشركة عم تحاول أن نساوي شيء مهم والمخرج الجديد يعني كينان اسكندران كينان اسكندران يعني جاء ليكون يعني حقيقة بكل نشاطه وبكل رغبته أن يكون في هناك جزء تاني لكن أنا لم أجد أي محفز حقيقي كما كان في الجزء الأول كانت هناك شخصية متماسكة وأفعال ومواقف كين شخصية العمل يعني وأفكار ومشاكل أبو ريان حقيقية بالضبط لهذه الشخصية لهذا النمط من الشخصيات لكن يعني مش رفضت لكن طلبت تغييب هذه الشخصية من الجزء التاني خصوصاً أنه الاقتراح كان يعني قريب جداً من بداية شهر رمضان مبارك وما بستطيع يعني الوحيد ما حيلحوا ما كان فيه وقت حتى هي كلاكات الشركة المنتجة بررت أنه ما لحقنا تصوير العمل حقيقة ما لحقه فعلاً لهيك ما حينعرض كسر عدم أملي بالشركة المنتجة وأملي لأستاذ إسكندراني وجميع من يشارك بالجزء التاني إن كانوا عم يصوروا أملي لهم بالنجاح إن شاء الله أنا بقدر قد أنت قلبك معهم كمان لا لا أكيد مسالم يوم كل الحلقة مسالم شوف مو مسالم يعني ليش لرب عداوة بيني بين الناس اللي عم يشوفون فس الناس كمان ضروري تسمع من فنين بتحبوا هالمعلومات وسأني بدي عمل لك شوية مشاكل بالحلقة عملي مشاكل يسر العزم يسر العزم يعني صديق صح؟ وممكن كنتوا في دبي السنة الماضية حبيب قلبنا لا كفنان هو جزء من ذاكرتنا كسوريين وأنا لما كنت شب صغير كان واحد من الأشخاص المحببين أن يشوفهم على شاشة التلفزيون بالتأكيد هو معلم لنا واحد من تجان رؤوسني أكيد أكيد لا أم بحكيها مو عربة لأنك عم تضحك تتسب لا هو واحد من شوف في أشخاص لهم مكانة في وجدان شعوبهم لا يمكن المساس بايمة تبدأ لهم مكان ما بدأ أنا أحكى أي كلمة غلط لأن السيدة بوجداننا نمينا وناميتها دوري الدحام لها قلعي رفيق سبيعي وديع الصافي الناس اللي إلها علاقة بالشيء الأصيل لا يمكن مساس بهم فأنا عم قولها الكلمة وأقولها صادقا مئة في المئة وهو محبب إلى قلبي والوحي قال بآخر تصريح الأستاذ ياسر العزمي أشعر أن بلادي لم تعد ترحب به كما في السابق خربانة بساتين محروقة وهي سبب لتهجير الشباب من سوريا هذا رأيه أنت أبن البلد كمان أنت حسيت أنه بساتين بسوريا محروقة وخربانة هلا أنا حكيت لك عن كل هادول الشباب وسنوات الحرب من دفعات شو رأيك باللي قالوا أنه كمان قال كئيبة مشحرة لفظ كلمة مشحرة 12 سنة حرب بالتأكيد يعني في شيء ما كتير مرعب بسوريا لا يمسأل يا بالنوع لكن غالينا أنه نموت طيب النجم باسم ياخر ذكر لقاء مهضوم جدا مع حضرتك وقال أنه تردته من الصف ورده لك ياهو انت نخي تعينه هذا شوفه بالعربجي إخراج سيف الدين السباعي تحية إلو تحية لسا السيف ليه تردته لا باسم لا تردته هيا نكتئ أشوف طلاب أحبهم وعندما أتضايق من شخص مؤمنهم بسلوكهم اللي هو سلوك طلابي بنهاية المطار أسعلي يعني ابتكار أي شيء يخلي دائما نحس أنه إما تكافأ بشكل له علاقة بميزة أو عوقب بشكل أنه علاقة بميزة أنه ما يساها هو تأخر عن الدروس بس تأخر تكرر هو باللحظة عم يتخرج أنا ما بحب الإدارات بالمعهد بالعموم ما بحب الإدارة يعني ابعت ولد أو بنت أنه عملوا له عقوبة وطرد من معهد أسبوع عشرة أيام فطلعت عندي الكلمة يعني بعد مرة وثاني ثلاثة أنه يجيب ولي أمرض الله يرحمه أستاذ إبراهيم يجيب فعلا أترى يعني ابنك أنا ما حابب يعني أزب يعني أم بعد أن أذيته من إدارة قد تتخذ بحقه شيء يعطله عن العمل فأنا ما بدي ما بديها يتعطل فشفت أنه هلا فيما بعد كان في فعلا تدريبات العلاقة بالمسلحية لجواز الأسدي ووصلت أنا ما كان في إلي مشهد تأخرت؟ مشان يردلي إياها وقال لك بدك تجيب ولي أمرضك على المرة أنت هذا هو مو هيك القضية فالمشاهد اللي عم ينشغل عليه ما إلي فخفت فوت وأقطع التدريب وهي مسألة كثير حساسة لأنه حية تصوير مش تصوير يعني إنسان عم يشتغل ففعلا طلعت من ثقب الباب على الإساس أنه يا فوت يونا فوت بهاللحظة كان كان يشتغل شو قلت اللوقات قال لك بدك تجيب ولي أمرضك؟ مين ولي أمرضك؟ متوفي متوفي ولي أمرضك متوفي ولي أمرضك برمضان استاذ فايس في عدة أعمال بيئية شامية وبعدها عم تنطلب على الشاشة حنتطرق لازقاء الجن على سبيل المثال وليس الحصر اللي هو بطولة النجم أيمن زيداني اللي كان كمان صديقك وزميلك بالدفعة الأولى بالمسرح ليه بعد عم ينطلب أعمال بيئة شامية على كل القنوات؟ يمكن موضة يمكن في ملابس موجودة بالمستوضاع يمكن في كتاب موضة هذه الدراما موضة هلا؟ طبعا بلحظة كان عندك الفنتازيات بالذكر بلحظة كانت تاريخيات يعني عمر الحجاج عمر بن الخطاب يعني في شيء ما موضة أعمال الياش لا لا مقضية فقط الموضة أيضا صار هناك مرنة في التعامل مع هذا النوع من النصوص وهي الشخصيات ونعتقد أنها قد تلامس أو قد لا تلامس البيئة الشامية القديمة أو الدمشقية القديمة فبتم العمل على أجزاء عديدة مثل باب الحارة صار 13 شو رأيك؟ وصير 33 يعني ما في مشكلة؟ طبعا ما في مال عم ينصرف طبعا ما في جمهور كين رأيك الحقيقي بباب الحارة؟ تكرار هالسلسلة وتجزيئة لعدة أجزاء قطعة العشرة صارنا اليوم 13 يعني ما أنه شيء منطقي يعني لم يحس الجمهور أنه معادة منطقي لا يتفرج عليها ما تضح مع إنتاجها أنت ولا ضد؟ هلأ مقضية مع إنتاجها أو ضد هي بداية لطيفة يعني الجزء الأول ثاني الثالث بعدين في الرابع والخامسة اللي كنت أنا فيه مأمون يعني كان في شيء لطيف بهذه الشخصية ومضت بطريقة لطيفة وزاد رصيدك من جمهور تلفزيون شيء مهم أو من مشاهدي تلفزيون شيء مهم بس أعتقد وهذا واحد من الأسباب اللي خلاني بعيد عن كسر عظم أنه كمان فيه جزء ثاني وثالث ورابع يعني صفي كثير من قوسين ممجوج وغير محبب خصوصا أنه قد يبدأ الإفتعال أما أن تكون هذه المسلسلات يعني أن تقدم شيء جديد لطيف أنيق له علاقة بأخلاق وعادات حقيقية لطيفة بالماضي وإلا تتمازج مع عادات أحيانا افتراضية أكثر منها كانت حقيقية فتصور أوكي كيفك بالسياسة؟ سيئ جدا ليه؟ هلأ كلها الحديث وسيئ جدا لا أنا ماني سياسي السياسيون يحطمون الحياة والفنانون والمبدعون والفلاسفة يحطمون الترميم هذه الأشياء التي يحطمها السياسيون لماذا ترشحت على مجلس الشعب؟ أنا؟ مانا بحاجة لفنان داخل المجلس؟ لا ماذا؟ حاجة الإنسان علاقة بالاقتصاد يعني سوريا وإن سوريا بالوطن العربي حاجة الإنسان إذا قال لك أنه بدنا يعيك لمجلس الشعب لا 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 ليست من طموحاتي ولا أهدافي أن أكون في أي منصب وعندما كنت لحظة من اللحظات بالمنصب صغير بوزارة الثقافة أدركت بعد بضعة أشهر أن المكان لا يمكن أن يكون لي بالطريقة المطروح فيها فتعت المنطقة العربية أعتقد بحاجة لشخص أحبه كثير تاريخ الصيني الحديث يعني عادة ماوسي تونج المؤسس فيه هناك شخصية اسمها دينجي شياو بينك وهو اقتصادي مهم درس في أوروبا مؤسس ثورة الصينية الصينية النهضة التي نراها اليوم في الصين بسبب هذا الرجل الذي أدرك ما هو في أوروبا وعالم الغرب ونقله إلى منطقة لا تقبله لديتنا مثل الصيني تينا هي حدا عربي عم بحكي عن إنسان حتى رفاقة بالصين حطوه تقريبا بالسجن وأصر على أن فكرة خيام ونهوض السجن يعني نحن ما بدنا نقارن فيه مثل دينجي شياو بينك تينا حدا عربي لكن نود أن نقول كل إنسان محب لي بلده حبا حقيقيا دون أي جميلة إنه عم حملك جميلة إنه أنا بحبك بحب بلدك هذا ممكن أن يكون دينجي شياو بينك العربي هذا الذي يلملم المعارف من الغرب والشرق ويضع نصب عين هي القتال من أجل نهوض شعوب حتى ولو فونية هو على مستوى الاقتصاد طبعا يعني بالأخير ضحى في نفسه ضحى في حياته لم يعيشه الهنية التي عاشها ربما يعني زيان زيمين الرئيس إذن المسألة تحتاج إلى هذا النمط من المجتمع الذي أيضا يحمي هذا النمط من البشر نحن غير محميين على مستوى فنانين بالمسرح غير محميين على مستوى مثقفين حقيقيين مش أولئك المتخمين بالأفكار لا لا على مستوى المثقف الفاعل بصمت يكتب رواية بصمت يقوم بعمل في جامعة بصمت في مؤسسة ثقافية بصمت ليس هناك من يحمي هؤلاء بالتالي ليس له سلطة سلطة المثقف في الوطن العربي مهشمة لمصلحة عاد سلطة سياسية سلطة دينية سلطة إلى آخره المجتمع عليه أن يعني أن هناك أمور أخرى غير هذا الأمر يعني سياسي واقتصاد سياسي ودين ويعمل على حماية هذا الأمر سأقول لك العصر النهضة في أوروبا يسمى ببعض المراجع بعصر الأنوار أي أن هناك فيلسوفا نبت في مكان ما فحماه أمير أو حماه دوق ورد كل أذية يمكن أن تكون لهذا المبدع روائي موسيقي إرسام إلى آخره طبعا هو كان يرسم هذا الذي يحميه لذلك نجد الكثير من رسومات القرون الوسطى لحمات هؤلاء المبدعين من فن تشكيلي روائي هنا مسرحي هناك فيلسوف هنا كانوا محميين من من صفحة إذن كانوا محميين ضمن دوائر صغيرة هذه الدوائر الصغيرة توسعت فكانت كالأنوار في كامل لقاع أوروبا ثم تلاقت الأنوار في دوائرها التي كبرت وغدت أوروبا المتنورة بالعقل العلمي فحيدت مع الاحترام الكنيسة وابتعدت عن تكوينات الدولة وبدت الدولة علمانية مصطلح العلمانية أقوله هو مصطلح أوروبي ولا علاقة له بما يشاعنه أو طريقة استخدامه عندنا أنا أولا الحديث معك أستاذ فايز يعني جميل جدا حبيبي خليلي بس الوقت تعرف أساس كل شي للأمانة كنت قبل ما نسق مع حمرتك كنت شوي خايف من اللقاء يعني يبادر لزين أنو شخصية بتكون شوي صعبة الأستاذ فايز نشوفها على الشاشة بأدوار الشريرة دايما عاقد الحاجبين بس لا أطلعت بالعكس شخصية مسالمة جدا وعفوية وحقيقة كتير بالنهاية بسعدني أن يكون من يرانا ويسمعنا يعني إنسان سعيد بما قلت وأن نتفتح على سؤال أو اثنين أو ثلاثة بكل المناحية يعني ونكون حليمين مع بعضنا وبعض كشعوب يعني الحرب التي كانت هنا أخي كرم يعني أسست لي نوع من أنواع العداء يعني ممكن يكون الكويتي كل الأمور يعني عدول العراقي ولا السوري عدول لا 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 عن عراق أو كون الشعب الأردني بعيد عن وجداني أنا كسوري يعني ما أدر أوصل له في الوقت اللي يعني يسرح ويمرح فيه يعني أجانب لا لا أنا بدي هاي الشعوب تدرك أنه خلاصها بلقاءاتها لقاءاتها الاجتماعية الاقتصادية وعلينا جميعا يعني كشعوب أنه مطالب بهذه المسألة هلا منطالبها عبر دراما منطالبها عبر مسرح سيئة تفزيئة الاقتصاد يعني أنا معك على أمل أنه يدركوا يلي بيجمعهم أكتر من بكتير من اللي بيفرقوا أنا أكيد للشعوب ولكن موضوع طويل ومعضلة طويلة هاللقاء أستاذ فايز هيك ضمن ألبوم لقاءات سعيدة أنا تشرفت أني نكون معك ومحاورك حتى ومتعرف عليك أكتر وهيك ناخد منك كم ثقافي كبير في الحلقة وديتمنى لك كل التوفيق شكراً كل النجاح ودايماً يا رب دوام الصحة شكراً لك وشكراً للشباب خلف الكاميرات وشكراً لكل مشاهد وسمعك تشرفتنا حبيبي اشتركوا في القناة